لعبت بن جيكا والديان مع مصر الاستفادة منها قبل مواجهة المغرب فخسرت من مصر وخسرت من مر زيد وعلي ولا كدانس زي ما بلدنا غلبة وعندنا في كل على الطريقة المصرية قدرت المغرب النهاردة كعادتها انها تشرف العرب اداء ونتيجة امام المنتخب البلجيكي فوز مستحق جدا برجولة وروح اللاعبين وبراعة وليد الرقراكي في ادارة المباراة المغرب النهاردة حطت قدم في دور الستاشر بالمونديال بافضل اداء لها منذ مونديال 98 عاش ابطال المغرب ووراكم لابعد نقطة ان شاء الله اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم المغرب شرفتنا المنتخب المغربي من اليوم الاول في البطولة بيشرفنا وبيعمل اداء عظيم جدا اداء كبير جدا النهاردة للمباراة الثانية على التوالي المنتخب المغربي يقدم اداء رائع جدا مباراة اولى تعادل فيها مع كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 ومباراة اليوم يفوز على المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0 حقيقي منديال العرب الان نقدر نقول انه حقيقي منديال للمنتخبات العربية اداء رائع جدا اداء مميز جدا من كل المنتخبات العربية حتى قطر في مشاركتها الاولى ممكن نقول انه الوضع مفهوم لكن السعادية عملت اداء رائع جدا تونس عملت مشيت على خط وسبت خط المغرب اداء مبهر جدا المغرب النهاردة المباراة تفرح المباراة تفرح تبتلعب مع بلجيكا بكل نجوم بلجيكا حتى لوكاكو النهاردة المصاب كان ليه دور في المباراة في نهايتها كل اللاعبين وكل الاسماء في بلجيكا بتلعب النهاردة منتخب المغرب من الدياة الاولى كان منتخب رائع اداء الدفاعي وتكتيكي رائع جدا في الشوت الاول وتحولات هجومية رائعة في الشوت التاني وتغييرات مثالية لوليد الرقراكي المدير الفني لمنتخب المغربي قدر بيها يحول الكفة تماما كل ده كل ده وانت حارس المرمى الاساسي المصنف واحد من افضل حراس المرمى في العالم ياسين بونو يحصل له دوار يدوخ يعني وهو بيقول النشيد الوطني يعني خلاص نازل يلعب المباراة فجأة يقعد على الدك وينزل محمدي ويعمل مباراة رائعة جدا وعظيمة جدا ما يقلش عن ياسين بونو بس انت كمدرب تتخض انتوا كلعبين تتهزوا المغرب النهاردة ما تهزتش لحظة واحدة المنتخب البلجيكي اللي كان بيتهزي النهاردة قدام المنتخب المغربي فيه لقطة متدولة بصراحة عظيمة تيبو كورتو وخارج من المباراة وبيخبط على دكة البودلاء متنرفز ومتعصم متعصم من ايه افضل حارس في العالم متعصم من اداء المنتخب المغربي الرائع النهاردة اللي كان افضل من المنتخب البلجيكي ياسين بونو يصاب اشرف حكيمي يضطر يغيره في ديئة 68 تتكلم في افضل اتنين لعيبة في المنتخب المغربي يضطر يغيره عشان هو اصلا كان عنده اصابة عضلية ورغم كده كل اللي موجودين النهاردة كانوا نجوم بوفال كان نجم حكيم زياش كان نجم نصيري كان نجم الحمد لله لما نزل كان نجم كل اللاعبين كل مرابط طبعا انا في رأيي مرابط كان افضل لعب في المبارة حكيم زياش خد افضل لعب في المبارة بس مرابط في وسط مرعب المغرب رائع جدا 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 وبعيد جدا جدا الاداء النهاردة كان رائع بس اقول لكم الاول نتائج اليوم فيه كأس العالم ونرجع ندردش براحتنا عن المنتخب المغربي واداء النهاردة العظيمة نهاردة اليابان خسرت في مفاجأة كبيرة امام المنتخب الكستاريكي واحد سفر المغرب زي ما تحراركم فازد على بلجيكا اتنين سفر كرواتيا بتحول هزيمتها بهدف لفوز باربع هداف على المنتخب الكندي والمنتخب الاسباني والمنتخب الالماني فاقوى مباراة اليوم تعدلاء ايجابيا واحد واحد عشان المانيا تبكي على حظوظها في البقاء في هذه البطولة فوق الراس اللي عملوا او اللي عملته النهاردة المغرب المنتخب المغربي اداء رائع جدا فرحونا النهاردة رفعوا راسنا النهاردة خلوا رؤوسنا في السماء باداء مبهر ورجولة مفرطة ايه الرجولة دي؟ ايه الروح دي؟ ايه العظمة دي؟ المنتخب المغربي حلو جماهيره عظيمة كمان خد بالك اللي وراءها جماهير زي جماهير المغرب لازم دي بقى الأداء جماهير المغرب النهاردة مالية المدرجات مالية المدرجات هتفات جماهير المغرب انا لما كنت وروح احضر مباريات في المغرب تنظمهم وسوتهم اللي مع بعض وسوتهم القوي جدا في الهتفات تفاصيل صغيرة ممكن تتخيلها بس بتدي حافز وحماس للعبين مدهش لو انت قابل في المدرجات أصلا هتتحمس انت من نفسك تنزل تلعب فالنهاردة لقيبت المغرب مع جماهيرهم العظيمة قدموا ملحمة كبيرة جدا كبيرة جدا المغرب على وشك السعود لدور الستاشة وعن كل استحقاق وجدارة في مجموعة في منتهى الصعوبة لما اقول لك لما اقول لك ان فيها منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم فيها بلجيكا المصنف الثاني عالميا وفيها حتى المنتخب الكندي اللي لولى الخبرات القليلة اللي عنده كان عمل مفاجآت في هذه المجموعة عمل اداء جايد قدام بلجيكا وخسر وعمل اداء جايد قدام كرواتيا وخسر فهي المجموعة في منتهى الصعوبة طيب معنا على الهاتف الآن الكابتن مروان زمامة لاعب المنتخب المغربي الاصبك كابتن مروان مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز والاداء المشرف للمنتخب المغربي اليوم فرح كل العرب الله يزارك فيك أبتن مرمزي الله يخليك الحمد لله هذا فخر وصرف كبير لينا وكان هنا نبهت هنا العرب الحمد لله يعني صورة أكثر من زيدة الحمد لله مشيء الساعة أنك تعطل المنتخب الكرواتي ومنتخب البلزيكي اللي كي توقف خوالي العائلين داوين خبرة وزريبة فالحمد لله يعني أننا نبهت المباراة نكملوا المشوار وصع الله لطور الموارد فرأت كتير جدا النهاردة خروج ياسين بونو قبل ببداية المباراة وحسيته أن اللاعبين كلهم يد واحدة عشان يعوضوا غياب اسم كبير زي اسم ياسين بونو شفت الحماس دا في وجه اللاعبين كلهم النهاردة قوة المنتخب المغربيين الآن هي في الحلول العديد التي يتوفر على الناخ الوطني فالحمد لله هنا نحكي رأيك تبنى الحبراثية الكبيرة ديال اللاعبين إنما تأثروش بالحارس بوجو فالحمد لله منهد الحمدي يتوفر على تبريبة كبيرة والحمد لله يقدم مباراة كبيرة ودير قوة المنتخب الآن يتوفر على اللاعبين وكذلك اللاعبين اللاعبين يدخلوا في الصوت الثاني فهذه القوة المنتخب الوطني الآن يعني حول العديد متوفرة لدى الناخ الوطني واللي عملت الفرق في المباراة المباراة فكانت مننا نحا الله أننا نحافظ على التوهز ونحق المنتخب هذه الزماهر المغربية وزماهر العربية لهذه المتطوى لما تأهلنا في الدور الموالي فكانت مننا نحا الله أننا نتأهله في ذكاية العالم عودة حكيم زياش للمنتخب المغربي أطفد كوة كبيرة لتشكية المنتخب المغربي مضبوط بالفعل يعني زياش قدم مباراة كبيرة وكذلك نظراوي أرغم الإصابات فالحمد لله لاعبين تستطيع أنهم يقدموا مباراة كبيرة أمن المنتخب الفيزيكي لكي تطفر على لاعبين كبار فمشي السهل أنك تنضع التاكتكيين لمدة عين فالحمد لله يعني حكيرا فيها كبيرة لاعبين كي مرصف في نوادي كبرى فالآن بدأوا كينزو فالحمد لله كانت مني وصلا الله تقريبا دير وما دي تعطي الأكل دي لفتك صحيح كابتن مران زمامة لاعب المنتخب المغربي الأصب أكبر أشكركم شكرا جزيا على هذه المداخلة وتهانين لألفوز بالمنتخب المغربي مرة أخرى تحية كبيرة جدا للجمهور المغربي العظيم العظيم يقال دائما أنه اللاعب رقم 12 الجمهور بس الجمهور المغربي جمهور شمال أفريق بما فيهم طبعا مصر الجمهور ده حماس الدرجة مش طبيعية لازم اللاعب رقم واحد هو اللي بيفرق في نتائج المباريات هو اللي بيفرق في حماس اللاعبين انتصارات أو هزام هو اللي بيفرق فيها جمهور المغربي عمل ملحمة النهاردة رائعة جدا خارج الاستاد وداخل الاستاد خارج ملعب المباراة وداخل ملعب المباراة 90 دقيقة كاملة تشجيع وسوط لا يتوقف من الجماهير المغربية مسندة وتشجيع منقطع النظير حاجة رائعة أنا فرحان جدا لمنتخب المغربي فرحة مضاعفة ليه؟ إنه مش بس تعرض لظروف صعبة تغيير مدربين كراكي مستلم من 6 مباريات وليس كراكي طبعا بعد خليله زيتش وتجربة نجاحة جدا مع المنتخب المغربي في وقت دخل المنتخب المغربي في مرحلة شاك وهل هي الحوالي ديروكراك في حط أفكاره ولا لأ لعبين ما كنوش موجودين في المنتخب المغربي زي حكيم زياش رجع تاني المنتخب المغربي وبقى يقده بشكل كويس ياسيم بونو يصاب النهاردة قبلها مزراوي لأ زهير باير ميونيخ يصاب أشرف حكيمي يصاب كلمك على ركائز أساسية ولعبين مهمين جدا 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 ورقم كده انت بتهزم أو بتقدر تاخد أربع نقاط من اتنين من أقوى المنتخبات في العالم اتنين من أقوى خمس منتخبات في العالم المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي فده شيء فوق الخيال بشويتين هي مش مجرد نتائج جيدة للمغرب في كاس العالم لأ هي نتائج جيدة من منتخبات كبيرة جدا وفي ظروف صعبة جدا فتحية للعابين وليد الكرواتي وطبعا لهؤلاء الجماهير اللي عملوا زي ما قلت لكم ملحمة عظيمة جدا في تشجيع منتخب بلدهم اليوم ومعاهم كل العرب بالمناسبة وبقرر تاني أي منتخب عربي يلعب في كاس العالم ده 222 في قطر كل الجماهير العربية يعني المدرجات دي بتبقاش مغربة بس المدرجات دي بتبقاش سعوديين بس المدرجات دي مش خطرين بس المدرجات دي بقاش تونسة بس كل العرب بيروحوا المدرجات يسندوا ويشجعوا أي منتخب عربي تلاحم مش طبيعي تلاحم مش طبيعي مش تلاقي ده غير في وطننا العربي في المواقف دي في المواقف دي في الأفراح أو في الأحزان هتلاقي فيه ترابط مش طبيعي آه كلام يقول لك واصلا مش عارف الناس هنا بتزعب من بعض واصلا مش عارف مين الجمهور اللي بيزعل من جمهور إيه كلام ده كله بيروح مع أي موقف مصر لما بتلعب برضو وبتكسب وبتقدي تلاقي الناس كلها وراها كل العرب وراها فدي حاجة من حاجات نحطها فوق الراس و ألف مليون مبروك لمنتخبنا العربي المغربي خطوة للأمام نحو دور الستاشر بكأس العالم عبد الحميد صبيري سجل هدف الأول للمغرب النهاردة في ديئة تلاتة وسبعين وزكريا أبو خلال سجل هدف الثاني في ديئة تسعين وحكيم زياش كان سجل هدف في ديئة خمسة واربعين هدف الغاه الحكم بداعي التسلل حكيم زياش اليوم كان أفضل لاعب في هذه المواجهة الكبيرة حكيم زياش نجمة شلس الإنجليزي يقدم أداء رائع جدا مع المنتخب المغربي تحديدا في هذه المباراة المباراة الأولى أمام المنتخب الكرواتي كان يتحسس خطواته مرة أخرى نحو المنتخب المغربي اليوم تقلق وأبدع حكيم زياش صنع هدف وكان عنده فرستين للتسجيل سد الكورتين تمريراته الناجحة كانت 19 من 25 ومروغاته كانت 3 ناجحة من 6 مروغات دي أرقام حكيم زياش وبرضه مرة أخرى أنا رأي أنه عمل مباراة كبيرة وكان يستحق العودة مرة أخرى لمنتخب المغربي حتى لو خليلوزيتش عمل أداء رائع جدا مع المنتخب المغربي كمدير فني كبير ورائع بس أعتقد كان خطأ كبير جدا مهما كانت الأسباب استبعاد لاعب بقيمة حكيم زياش عن المنتخب المغربي هي حاجة لا تصدق وغير مفهومة طيب نهاردة من مباراة المغرب وبلجيكا كان فيه أرقام مهمة جدا هدف المغرب الأول في بلجيكا اللي سجله عبد الحميد صباري كان أول هدف يسجل من راكلة حرة مباشرة في كأس العالم 2022 أول هدف في البطولة دي من راكلة حرة مباشرة المنتخبات العربية سجلت هدفين من راكلات حرة مباشرة في تاريخ مشاركتها بكأس العالم الهدفين جم في مرمى المنتخب البلجيكي عبد الحميد صباري في 2022 مع المغرب ورؤوف بوزيان في 2002 مع المنتخب التونسي منتخب المغرب سجل ثلاث أهداف من أصل آخر خمسة في البطولات الكبرى من ضربات حرة مباشرة معروفة المغرب ضربات السبت معروفة زكريا أبو خلال هو ثاني أصغر لاعب مغربي يسجل في تاريخ كأس العالم بعمر 21 عاما وتسعة أشهر خلف يوسف الناصري اللي سجل في عمر 21 عام و24 يوم بشباك المنتخب الأسباني في المنديال الماضي منديال 2018 منتخب المغرب سجل هدفين أو أكثر في المباراة الواحدة بخمس مواجهات في تاريخ كأس العالم كلهم جم في منتخبات أوروبية تخصص المغرب تخصص منتخبات أوروبية وليدي ركراكي المدير الفني المنتخب المغربي قادة منتخب المغرب حتى الآن بص الرقم في ست مباريات خرج خلالهم بالكامل بشباك نظيفة خط دفاع وحارس مرمى رائع جدا طبعا مش شغل أفراد بس ده شغل فني وشغل تكتيكي من المدير الفني الكبير وليدي ركراكي طيب نروح لسيناريوهات تآهل المغرب لدور الست عشر بالمونديال الوضع رائع جدا الوضع الحالي في المجموعة اشتبعوا احراركم معارفين كرواتيا في الصدارة باربع نقاط بالتساوي مع المغرب في المركز الثاني وطبعا كرواتيا معايا فارق الهدف بالفوز النهاردة بربعية يأتي منتخب بالجيكا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويأتي في المركز الأخير منتخب الكندي دون نقاط لو المغرب كسبت كندا في المباراة اللي جايه هتأهل مباشرة الى دور الست عشر في كأس العالم بغض النظر عن نتيجة مباراة بالجيكا وكرواتيا سواء بها في المركز الاول او الثاني لو تعادلت المغرب مع كندا هتأهل مباشرة ايضا الى دور الست عشر من كأس العالم بغض النظر عن نتيجة مباراة بالجيكا وكرواتيا يعني كده ببساطة ايه المغرب تكسب او تتعادل هتأسعد ده قولا واحدا طيب لو خسر بقى المغرب لسه هرده فيه امر حتى لو خسر فيه امر لو خسر المغرب قدام كندا وفازت كرواتيا على المنتخب البلجيكي هتأهل او هتأهل المنتخب المغربي مباشرة طيب لو المنتخب المغربي خسر من كندا وكرواتيا تعدلت مع بلجيكا هيتم اللجوء لفارق الاهداف بين المغرب وبلجيكا عشان يتم تحديد المتأهل مع المنتخب الكرواتي وفارق الاهداف هيبقى ايضا لصالح المغرب طيب في حال خسارة منتخب المغرب من كندا وفوز بلجيكا على المنتخب الكرواتي يتم اللجوء لفارق الاهداف بين المغرب وكرواتيا لتحديد المتأهل مع بلجيكا وهنا فرصة المغرب هتضعف عشان غالبا فارق الأهداف هيبقى لصالح كرواتي ده ده طبعا لو بتجيك ما سجلتش هداف كتير في المنتخب الكرواتي ونقصت شوية من فارق الأهداف عنده فانت المغرب دلوقتي بقى عندها العديد من الفرص الميسرة للسعود للدور الجاي وانا قدر اقول لك من دلوقتي المغرب في دور الستاشر بكأس العالم ان شاء الله يعني بدون معطا منتخب المغربي بالأداء ده بالروح دي بالالتزام ده المنتخب المغربي في دور الستاشر في كأس العالم في مجموعة هي الأصعب أو ربما من أصعب المجموعات في كأس العالم الحالي بصراحة يعني يعني اشفقت على المغرب اشفقت على المغرب لما وقت في المجموعة دي والصديقي العزيز محمد جمال اللي هيكون دي في بعض اللحظات كنت بتكلم معه قبل بداية البطولة وقلت له انا بقول لك او رأي يعني او توقعي مش انا بقول لك يعني ان انا بقرى حاجة ولا بقرى الغيب يعني بس انا كنت متوقع على دوق الأداء للمغرب بتقدمه منذ سنوات انها هتخطف بطاقة من بلجيكا او كرواتيا في الصعود لدور الستاشر ونحن نقترب من هذا الامر والمغرب تقترب من خطف بطاقة الى دور الستاشر في كأس العالم الفين اتنين وعشر في انجاز رائع وعظيم نروح لتصرحات ما بعد هذه المواجهة الكبيرة مواجهة المغرب بلجيكا وليدر كراكي المدير الفني المنتخب المغربي قال ان احنا نتواجد في مجموعة صعبة لكنها نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير دائما تقوم بدعم المنتخب لم نتأهل بعد ويجب ان نستمر بنفس القتال امام كندا العقلية دي هي المخلياني مؤمن ان المغرب هتسعد لدور الستاشر حكيم زياش النجم الاول للمنتخب المغربي قال كندا دينا ايمان باننا نستطيع الفوز على المنتخب البلجيكي ونحن الان على الطريق الذي خططنا له ويجب ان نستمر في حلمنا اما المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز قال الهزيمة امام المغرب صعبة وعقدت كل الامور كنا نسيطر على الامور قبل الهدف الاول لكننا فقدنا تلك السيطرة ولم نستطع خلق فرصا للعودة الى النتيجة اما افضل حارس في العالم تيبو كورتوة حارس مارمى المنتخب البلجيكي فقال ان الخسارة امام المغرب قد تكون جيدة لقازنا حتى نعود اقوى في المباريات القادمة يجب ان نلعب بطريقتنا المعتادة والتي افتقدناها امام المغرب وحتى امام كندا يبقى جمهور المغرب هافضل كل شوية وانا عايز اريح كده واخد نفسي وشيد بجمهور المغرب واللي عمله جمهور المغرب النهاردة يا جماعة انا عايب افترج على المباراة الصوت ما بيسكتش ده انا عمال اقول ايه هاي الناس دي ما بتخدش نفسها الناس دي ما بتريحش الناس دي مش متعبتش ده اللي عيبها بتتعب في الملعب الجمهور ده ما بتعبش الجمهور بيشجع طول الوقت الجمهور المغربي حقيقي جمهور عظيم الجمهور المغربي حقيقي جمهور كبير الجمهور المغربي حقيقي عنده حلم ورايح يحققه مع لعبيه وجهازهم الفني ثقة وإيمان في اللاعبين والجهاز الفني هي اللي منديهم الكوة والقدرة إنهم يشجعوا بكل هذا الحماس بكل تأكيد بخيل ده خارج المدرجات أنا اللي بحكيه لك ده واتكمان كان في المدرجات ما بالك أنت شايف المنظر عاملة زي اللي احتفالت طبعا أو متأكد أن هي للصبح زي ما أنا محمود شيكل كمان من قطر عامل لقاءات مع الجامعية المغربية وهو صفلي قبل ما أدخل على الهواء قد إيه السعادة كانت كبيرة جدا من الجامعية المغربية بهذا الفوز الكبير وطبيعي إذا كان إحنا في كل الوطن العربي مبسوطين وسعاداء وفرحانين بالمنتخب المغربي طيب كل يوم بقول لقطة اليوم بس النهاردة هي لقطة كل يوم لقطة البطولة حتى الآن لقطة كأس العالم 2022 أشرف حكيمي مع والدته الصورة عظيمة الصورة عبقرية الصورة فيها كل الإنسانيات اللي في الدنيا الصورة فيها كل البساطة والجمال واحد من أعظم البكات بكات الرايت في العالم أشرف حكيمي لعب باريس سنجرمان لعب بروزيادوردومت لعب لان مدريد لعب انتر لعب أهم أندية العالم بكل بساطة أول حد عني جات عليها هي والدته ستة بسيطة محترمة اللي خلفت راجل ولاعب مسؤول كبير شاب رائع جدا كان منتخب بلاده لفوز مهم جدا النهارده قدام المنتخب البلجيكي حاجة عظيمة ورائعة يا جمال الصورة يا حلاوة الصورة المثل الشهير المثل الشهير اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد وأشرف حكيمي ده لعب ظروفه والحركة بتاعته في كل الأندية اللي لعب فيها كانت ظروف غريبة شويتين تلات من بروزيادوردومت لريال مدريد وريال مدريد يسيبه يروح الانتر وكأنه لعب أقل من المتوسط عشان كربخال يلعب كربخال طبعا لعب كبير يروح الانتر يتقلق ومنه الباريس سان جرمان ويبقى واحد من أهم اللاعبين والأعمدة الأسية في المنتخب المغربي وفريق باريس سان جرمان لعمره بقى اعتذى عن المنتخب المغربي لعمره عمل أزمة لعمره عمل مشكلة دايما بتواضع عظيم جدا يتقلق في كل الملاعب الصورة عبقرية بشكل الصورة حلوة بشكل الصورة جميلة بشكل أنا فاهم إنه الناس ممكن ما بتفرج عليها تقول لي معادي كل واحد يعني يقدر ياخد صورة ديدي والدته بس الصورة حلوة الصورة حلوة في وسط الفرحة ووسط الجمهير ووسط الضغط النفسي هو بيدور على والدته عشان يروح يقبل رأسها حاجة عظيمة ورائعة صورة حلوة وصورة حلوة والدنيا لطيفة بساطة العرب وجمالهم مغربة جميل بصراحة حقيقة لوحد فرحان النهاردة فوز المنتخب المغربي وكاينه فوز المنتخب المصري يا رب دايما فرحة لكل العرب في المنديال وعجبني صدقوني والله مش ببالغ ولا بقول كلام عشان قدام كاميرات أو قدام شاشة بس في المجتمعات في أي حتة في العالم مش هتلاقوا مثلا مثلا يعني أعديكم على سبيل المثال هل مثلا شفتوا قبل كده الجماهير الألمانية بتفرح بفوز المنتخب الأسباني في كأس العالم هل مثلا شفتوا مثلا المنتخب منتخب الكوادور جماهيره بتفرح لفوز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم هل يعني شفتوا كل القرات هل مثلا الجماهير اليابانية بتفرح بفوز المنتخب الصيني ولا الكوري في كأس العالم أنتوا مش هتلاقوا الترابط والتلاحهم ده غير في وطننا العربي بصراحة ما هو بما أننا كل شوية ساعة نمسك في حاجات عندنا عيوب ومشاكل وحاجات كده لا تمتين نمسك في الحلو الحلو بتبينه الرياضة بتبينه كرة القدم العالم العربي كله النهاردة سيبك من الكلام اللي أنا أقوله يا سيدي خش شوف السوشيال ميديا خش شوف تويتر شوف كل الحسابات على السوشيال ميديا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا الناس كلها من كل الجنسيات العربية تفرح للمنتخب المغربي زي ما فرحت أمس للمنتخب السعودي زي ما أول أمس واسة المنتخب القطري زي ما هي لسه عندها أمل في المنتخب التونسي إن شاء الله يا رب الأمور تمشي بشكل رائع جدا تعالوا نشوف لقاءات مع الجمهور العظيم ده جمهور المنتخب المغربي بعد هذه المواجهة الكبيرة مواجهة المغرب وبلجيكا من كزابلانكا تحتفل جمهور المغرب بفوز منتخبها على المنتخب البلجيكي تعالوا نشوف تورة الجمارة الأخرى لعناصر المنتخبية لبنجيكي وندميني في تجاري لوكاكو مطار الليلة ما تتصور يعني الليل كله في الطائرة وبعد ذلك التنقل من المطاطية الدفاعية ونوصلت المرأة تحتفل جميلة مطارة BOX ترجمة نانسي قنقر 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 العالم اللي سجل هدف مين الفونسو تيفيز لاعب باير ميونيخ هدف مبكر في الديئة التانية الديئة التانية كان ده بدايتها في المباراة كانت بداية رائعة جدا زي ما كانت بدايتها في المباراة بلجيكا بداية رائعة جدا وفجأة تتراجع خبرات بقى البطولات الكبرى للمنتخب الكلدي عادت كرواتيا وفازت بالأربعة أداء رائعة جدا وأداء مبهر جدا من المنتخب الكرواتي دخل البطولة مرة أخرى يبقى المنافسة بين كرواتيا وبلجيكا والمنتخب المغربي منافسة قوية جدا أتصور أن المنتخب المغربي هو طريق أسهل كثيرا من كرواتيا وبلجيكا ولسه هنشوف المواجهة مواجهة كرواتيا وبلجيكا هتبقى مواجهة قوية جدا زي مواجهة المغرب وكندا هتبقى مواجهة قوية جدا ده عن هذه المواجهة مواجهة كرواتيا وكندا وزي ما تركوا المباراة انتهت بفوز المنتخب الكرواتي أربعة واحد طيب نروح له تصريحات ما بعد مباراة كرواتيا وكندا ويدالتش موديل فني المنتخب الكرواتي قال لا هتأخرنا منذ الدقيقة الأولى لكن استطعنا العودة فيه النتيجة والفوز بربعية وهذا لا يقوم به إلا المنتخبات الكبرى لم نحقق الهدف بعد واجب أن نحافظ على تركيزنا حتى الجولة الأخيرة أمام المنتخب البلجيكي لوفرين قال تصريحات مهمة جدا طبعا لوفرين مدافع المنتخب الكرواتي واحد من اللاعبين الكبار يعني اللاعبين اللاعبوا قبل كده مع محمد صلاح في ليفربول قال بعد التعادل مع المغرب الجميع قام بترديد أن منتخب المغرب ضعيف لكنهم أظهروا عكس ذلك أمام بلجيك هو يعني بيقول إيه الناس هجمونا وقالوا أنت تعادلتم مع المنتخب المغرب الضعيف فبصوا المغرب عاملت إيه في بلجيك يعني المغرب مش قليلة فلوفرين بيشغل للمنتخب المغرب أقوى مباريات اليوم المباراة المفروض كان فيها أكثر ندية المنتخب الأسباني تعادل أو المنتخب الألماني هو لتعادل إجابيا واحد واحد مع المنتخب الأسباني هدف أول المنتخب الأسباني عن طريق مرطة في ديئة 62 وتعادل لألمانيا فول كروش في ديئة 3 أو 8 لعب فردن بريمين من المناسبة ده أول لعب لفردن بريمين يسجل لألمانيا في كأس العالم من بطولة 2010 نهاردة لاعم الفرد بريمين يسجل وهو كان بديل فيرنر اللي أصيب قبل كأس العالم سجل هدف التعادل لألمانيا اللي أبقى على حظوظ ألمانيا في هذه البطولة لو لهذا الهدف لا كانت ألمانيا في موقف شبه مستحيل في البقاء بكأس العالم ولكن الآن موقفها إلى حد كبير يسمح بوجود فرصة أو أمل للبقاء في كأس العالم ألمانيا لو خرجت من البطولة أو خرجت من هذه البطولة بطولة 2022 هتبقى مأساة كبيرة منتخب الألماني اللي خرج من الدول الأول لبطولة مضية يخرج للبطولة الثانية من الدول الأول مأساة حاجة فوق الخيال بشويتين ثلاثة بس عموما ألمانيا لأسباب ألمانيا لأسباب بعيدة عن الكرة دخل هذه البطولة دون التركيز اللازم دون التركيز اللازم والشكله بيدفع التمن ماشي نروح للتصراحات ما بعد هذه المواجهة للمانيا وأسبانيا لويس أنليكي المدير الفني المنتخب الأسباني قال أهدين ألمانيا هدفا بسبب الخطأ أثناء الخروج بالكرة كرة القدم لعبة أخطاء وهيتم لو أنت عملت الأخطاء هيتم معاقبتك على الفور كربخال الباكرايت أو زيل أيمان للمنتخب الأسباني قال تعادل مع ألمانيا كان عادلا ويفتقدنا للصبر اليوم لكن في النهاية كنا نواجه أحد أهم المرشحين للفوز بكأس العالم رودي جار المدافع المدافع الصلب للمنتخب الألماني يسجل هدف النهاردة وقلغيها بسبب التسلل قال أنه قدام اليابان كان علينا أن نقدم أداة أفضل من ذلك لكن استطعنا الخروج بالتعادل ودي نتيجة إيجابية بالنسبة لنا التعادل مع المنتخب الأسباني أما مانويل نوير فهي المباراة أسبانيا كانت أشبه بالمعركة لكننا كنا الأفضل حتى مع التأخر بهدف نظيف ونجحنا في تحقيق التعادل الذي يبدو مرديا بالنسبة لنا المنتخب الألماني عنده حكاية وقصة طيب نروح لأرقام من هذه المواجهة أرقام من تعادل المنتخب الألماني مع المنتخب الأسباني ألمانيا بتفشل في ألفوز في المباراتين الافتتاحياتين بكأس العالم لأول مرة في التاريخ 2018 و2022 الفارو مراطة أول لاعب يسجل كبديل في مباراتين متلاتين في تاريخ مشاركات المنتخب الأسباني في كأس العالم نيكلس فولكروج سجل أول هدف للاعب بديل مع منتخب ألمانيا في كأس العالم منذ ماريو جودزا في نهاي مونديال 2014 طبعا هدف ماريو جودزا الشهير في المنتخب الأرجنتيني ألمانيا حققت أقل نسبة استحواز في تاريخ مشاركتها بكأس العالم بعدما وصلت نسبة امتلاكها لكورة إلى 35.8% فقط وده هيبقى حال كل المنتخبات أو أغلب المنتخبات اللي هتواجه المنتخب الأسباني في هذه البطولة منتخب الأسباني بيلعب على الاستحواز هو بيمسك الكورة طول الوقت أي منتخب صعب ياخد من المنتخب الأسباني الاستحواز اللي هياخد من المنتخب الأسباني الاستحواز غالبا مؤكد هيكون كذبه في هذه المواجهة طيب تعال نروح ليه مباريات يوم الاثنين في كأس العالم مواجهة قوية جدا الساعة 12 دور بتوقيت الكهيرة تجمع المنتخب الكاميروني بالمنتخب السرب في المجموعة السابعة ومواجهة أخرى تجمع المنتخب الكوري الجنوبي مع المنتخب الغاني في السالسة عصرا ضمن المجموعة السامنة مساءً تواجه المنتخب السويسري ضمن المجموعة السابعة أيضاً أما المنتخب البرتغالي في مواجهة وصدام قوة جداً أمام منتخب رووي الساعة تسعة مساءً مواجهة جديدة تتجدد بين كريستيانو رونالدو ولويس سوارز في عزي المواجهة مواجهة كلاسيكية معتادة المواجهات الأفريقية بكرة سواء غانا والكاميرون أو غانا والكوريا الجنوبية والكاميرون والسربيع هم مواجهات في منطقة الكوة وفيها ندية يعني صعب تقول مين اللي هيكسر فيها صعب جداً طيب سونج المدير الفني المنتخب الكاميروني قبل مواجهة المنتخب السربي كان له تصريحات مهمة في المؤتمر الصحفي نشوفها ونرجع نكمل كلامنا أود أن أقول وبكل بساطة أننا جميعاً على دراية بالموقف نحن في موقف حريق بدأنا بشكل جيد جداً وبعد ذلك عندما وصل الأمر إلى بداية الشوط الثاني لم نتمكن من إدارة المباراة لقد فقدنا بعض التركيز في كرة القدم عالية المستوى تعاقب على هذا لدينا 26 لاعباً في فريقنا وكما أخبرتهم في وقت سابق أنا أخبرهم الآن منذ فترة طويلة كنا نفكر في مبارياتنا بالتأكيد هناك الكثير من الأسئلة لا أعتقد أنني معصوم أفكر فيما يمكن أن يحمله لي المستقبل لكنني لا أعتقد أنني يجب أن أفكر الآن في المستقبل أعتقد أنني يجب أن أكون مركزاً على الحاضر أنا إيجابي جداً حول مهمتنا في كأس العالم كرة القدم لها خصوصيتها وأنا أؤمن بفريقي إذا كانت لدي رسالة واحدة أشاركهم بها هي أنهم يجب أن لا يستسلموا أبداً وهذا ما سنراه على أرض الملعب أعتقد أنهم سيظهرون لك جانباً آخر للمنتخب الكاميروني وأعتقد أن هذا سيسمح لنا أن نسكت بعض هؤلاء النقاد الذين سمعناهم أنا أركز على المنافسة وأركز على المباراة وسأفكر في الباقي لاحقاً سيكون لدينا الكثير من الوقت للتفكير فيما يخبئه المستقبل في المقابل دراجان استيكوفيتش الموديل الفني المنتخب السربي كلا وتصرحات قبل هذه المواجهة مواجهة المنتخب الكاميروني نسمعه ونرجع نكمل كلام مطولة كأس العالم بدأت بالنسبة لنا من بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي مواجهة الكاميرون مهمة وأحترم تاريخه الكبير في إفريقيا وكأس العالم وأتمنى الفوز على المنتخب الكاميروني للاستمرار في المنافسة على التأهل للدور المقبل في المنديال حسابة المجموعة معقدة وليست سهلة على الإطلاق فريقي يعاني من إصابات عديدة وأثرت على جاهزيته لكأس العالم فيليب كوستيتش سيعود للتشكيلة الأساسية بعدما شارك في الميران على مدار يومين متتاليين وأصبح جاهزا بنسبة كبيرة من ناحية تانية مدير الفني المنتخب الغاني وتؤده كان نجم كبير ده الواحد شافه من هو ناشي دلوقتي ما شاء الله بقى مدرب والدنيا بتكبر معانا وتؤده مدير الفني المنتخب الغاني قبل مواجهة كوريا الجنوبية كان لها تصريحات مهمة وزكاية في أحترام كبير للمنتخب الكوري لا هذا من الماضي لقد ذهب وانتهى لا يمكن تغييره الجميع على أرض الملعب بشر الجميع يرتكب أخطاء أنا أيضا أرتكب أخطاء لقد فوقئت بأن حكم الفيديو المساعد لم يتحرك لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به علينا أن نفذل قصر جهدنا للقيام بما يتعين علينا القيام به بالتأكيد لا يمكنني الحديث عن خطة المباراة قبل بداية المباراة سنرى إنه خصم قوي للغاية نعم يمكن أن يحدث أي شيء في هذه اللعبة لكننا نضع خطتنا ونأمل في الأفضل لنا لا يتعلق الأمر بالقلق أو عدم القلق لقد قلنا في مؤتمراتنا الصحفية السابقة سواء قبل المباراة أو بعدها أنه من الطبيعي تماما مواجهة بعض التحديات خلال المباراة الأولى بالنسبة لسون لأنه أصيب مؤخرا كان يتأقلم أيضا يحاول التكيف مع قناع الوجه أولا كان بحاجة إلى أن يشعر بالراحة مع زملائه في الفريق وبعد ذلك مع المنافسين ووفقا لهذا أعتقد أن المباراة الثانية ستكون مختلفة لقد تمكن بالفعل من لعب تسعين دقيقة وكفريق كنا بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من الاستفادة من مهاراته نعلم أنها ستكون مباراة صعبة نحتاج إلى أن نكون على مستوى المهمة كما فعلنا في مباراتنا الأولى ونتوقع أن يكون لدينا أداء أفضل مع التركيز على مهاراتنا الفردية والجماعية مهاجة كبيرة تجمع أيضا المنتخب البرزيلي بالمنتخب السويسي قبل هذه المباراة في تصريحات مهمة لمدافع بريس سان جرمان والمنتخب البرزيلي ماركينيوس نسمعها ونرجع نكمل لدينا ثقة بنسبة مئة بالمئة بالطبع نتمنى أن يكون لدينا نمار نتمنى أن يلعب دانييلو معنا عندما يتعلق الأمر بكأس العالم والبروفيسور موجود هنا يمكنه أن يؤكد أننا نود الحصول على 26 لاعبا جاهزا لكننا جاهزون ونحن واثقون لذلك سنكون قادرين على إظهار أن مجموعتنا قوية ومدربة جيدا ومستعدة للصعوبات ليس دائما أن الفريق الأساسي هو الذي يلعب في النهائيات لأن الإصابات قد تحدث يجب علينا جميعا أن نكون على دراية بهذه الاحتمالات ويجب أن نكون حكماء بما يكفي لفهم أن كل شخص لديه دور مهم والآن بعد أن تعرضنا للإصابات في منتخبنا الوطني من المهم أن يكون من يحل محلهم لائقا ومستعدا حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا مرات يكين المجيد الفني لمنتخب السويس رد على هذه التصريحات مع قبل مواجهة البرازيل نسمع ونرجع نكمل نحن جاهزون لمواجهة البرازيل سنلعب أمام واحد من أقوى المنتخبات في هذه البطولة ولكن نريد التركيز على أنفسنا نريد أن نكون متماسكين وأكثر قوة ونريد تحقيق أفضل نتيجة سويسرا منتخب ذو خبرة في مثل هذه البطولات والاعتياد على مبارتين في خمسة أيام ستكون مباراة مختلفة عن مباراة الكاميرون ونحن متحمسون لهذه المباراة في فترة المدرسة كنت أعطي محاضرات عن منتخب البرازيل وتاريخهم الآن نريد أن نواجههم وسأقوم بعملي وبعد ذلك يعتمد على اللاعبين لذلك أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لعملنا لا نريد أن نعطي البرازيل حرية في الملعب ونتمنى أن لا يكون لعبيهم في أفضل حالاتهم لذلك يجب أن نكون جاهزين لسنا بحاجة لتغيير أسلوبنا أمامهم سنجد الطريقة المناسبة لمنافسة البرازيل إصابة دانييلو بيريرا هذا نوع من الإصابات لا يستطيع أحد تفسيره لا نفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك من الطبيعي أن يحدث هذا النوع من الإصابات لكننا لم نرى كيف حدثت بالضبط لذلك في البداية لم نعتقد أن الأمر خطير للغاية ولكن لأننا أقرينا بعض الفحوصات لمعرفة ما إذا كان يتنفس بشكل صحيح ويبدو أن هذا هو الحال نحن نفكر الآن في صحته أكثر أعتقد قبل كل شيء أننا بحاجة إلى التفكير في كل لاعب على أنه إنسان يتجاوز كونه لاعبا بالطبع التعرض للإصابة خلال كأس العالم أمر غير مريح إنه أمر محزن لكن علينا أن نفكر فيه كإنسان ونحتاج أيضا إلى التركيز على الجانب الإيجابي هذا شخص يتمتع بطاقة جيدة وإيجابية للغاية وأنا متأكد من أنه سيرسل لنا ردود فعل إيجابية خلال الأيام القادمة بالطبع لديهم فريق جيد للغاية بصرف النظر عن العديد من اللاعبين الرائعين لديهم فهم جيدون كفريق لديهم مدرب يتمتع بخبرة كبيرة وكان قادرا على الفوز بالألقاب معهم لقد كانوا معا لفترة طويلة وهذا ما يجعلهم خطرين للغاية لكننا أيضا نمتلك مميزاتنا وأسلحتنا كفريق مما يجعلنا أقوياء وخطرين أيضا يقولوا صباح نكمل منتخب بورجوين مش المدرب أنا عفوا عندنا قصد طيب الوضع حلو بالنسبة للجمال العربية الوضع حلو الوضع حلوة للعرب حلوة إن شاء الله تكمل على خير بإذن الله المنتخب المغريبي المنتخب السعودي وللأ المنتخب التونسي إن شاء الله تبقى الأمور ميسرة ونشوف مشاركة عربية قياسية تاريخية في هذا المنديال منديال 2022 على الجانب الآخر من هذا الكوكب أبو قبل ما نروح الجانب الآخر من هذا الكوكب خلينا في الجانب اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي دوت الياباني النهاردة كان ليهم مشهد رائع جدا جميل اليابانية في مباراة المنتخب الكوستاريكي جميل اليابانية بيشتغلوا بعاطفتهم بيشجعوا بعاطفتهم جميل اليابانية النهاردة تبكي وهي تشجع بص المنظر ده هم بيشجعوا بيبكوا شايف الراجل اللي مسكوا الترومبيتا ده اللي واقف هورا اللي على شماله الناس بتبكي من كتر الحماس والانفعال بتشجيع منتخب بلادهم خد بالك هم مش قاعد بيعاية وزعلان وساكت لأ دعيات من كتر الحماس والتشجيع عايز في رئيته تكسب عنده قامة إنها تكسب عنده قامة إنها تفرحهم فرحوهم قدام ألمانيا النهاردة زعلهم وبصراحة سوق توفيق كبير للمنتخب الياباني عشانا ما أمين اليابان تفوقت في كل شيء على المنتخب الكستاريكي وبخطأ من حارس المرمى الياباني تصويبة ضعيفة جدا قدر منها المنتخب الكستاريكي يسجل على الجانب الآخر المنتخب الكستاريكي كله النفاذ تقلق جدا وتصدى بص تشجيع وهم بيعايته مش بيعايته زعلانين وقاعدين على جنب لا أنا أشجع هبكي وأنا بشجع صورة عبقرية صورة مؤسرة جدا وعيات بحرقة يعني مش عيات دموع عيات بحرقة طيب طيب ده الجانب الحالي من هذا الكوكب نرجع بقى للكوكب بتاعنا نرجع للكوكب بتاعنا مباراتين اليوم في كأس مصر دور السمانية من كأس مصر عن الموسم الماضي كان يقام اليوم مباراتين في كأس مصر عن الموسم الماضي فأربع مبارات اليوم في كأس العالم عن العام الحالي والحياة ما كده مهم نادي الأهلي النهاردة لعام مباراة كان فيها فرص ضياعة منه وفرص ضياعة أيضا من المقنون العرب انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي في وقتها الأصل وأيضا وقتها الإضافي لجأ الفريقين منتخبين شوفوا واحد عايش في حتة وروحنا في حتة تاني لجأ الفريقين لرقلات الترجيح فاز النادي الأهلي بنتيجة أربعة ثلاثة في رقلات الترجيح عشان يسعد للنصف نهائي كأس مصر لمواجهة سموحة الأهلي تقدم له في ديئة 68 كريم فؤاد وجون أكلي تعادل لقلات العرب في ديئة 76 تشكيلة وطريقة اللعب والشكل بتاع الأهلي النهاردة يعني كان عليه بعض علامات الاستفهام طبما فترة الراحة الطويلة هي اللي أصرت شوية محمد جماله يبقى معاه بعد شوية يقول لنا إيه اللي حصل في هذه المواجهة تفصيلا الناحة التانية في إطار نفس الدور زي ما حرككم احنا لسا مكملين على مباراة الأهلي والمقاولين محمد باتي أنا أعتقد فيه ناس كثيرة ما شفيتش إن المباراة ما هاوز فرص كثيرة ضائعة وبصراحة قبل ما نروح للمباراة التانية أنا فيه واحد بس عايز أقف عنده شوية في لعيبة النادي الأهلي شوية وعن حب وعن احترام ليه حسام حسن حسام حسن لاعب ومهاجم كبير احنا عارفين إنه هو هدف كبير كل فرصة بياخدها مع الأهلي وكأنه يتعمد إضاعتها مش فاهم إزاي يعني الراجل ده إحنا كلنا وفاكينه وقت مسلماني حتى يازل لحظة يا جماعة الراجل ده هدف كبير يا جماعة ده خسارة للكرة المصرية يا جماعة ده لازم يشارك بشكل أساسي يشارك ما بيقدمش مباراة كبيرة النهاردة ضيع فرصة في منطق الغرابة وفيه فرصة تانية بس يعني ممكن تبقى أصعب شوية لكن فرصة من الفرص الغريبة جدا أنا بتخيل نفسي هدف ومهاجم وعايز أسجل أول مشارك أحاول أقصر الدنيا عشان أفضل محافظ على مكان حسام حسن للأسف بيضيع فرصة تكل الفرص كريم فؤاد ما زال يتقلق مع النادي الأهلي هو بيسجل هدف التالت مع النادي الأهلي في كل المباراة الأخيرة للنادي الأهلي آخر تلات أهداف للنادي الأهلي سجلهم كريم فؤاد متقلق بشكل رائع جدا وبأداء كبير جدا بس كان فيه تحفظات زي ما أطلقهم على التشكيل على طريقة اللعب النهاردة ممكن يكون الراجل كان بيفكر يريح بعض اللعبين وكان فيه فعلاً لعبات بتريح النهاردة أو عايز يخلي الراحة بتاعتهم تستمر عايز يدفع بلعبين آخرين هتكلم تفصيل عن هذه المواجهة مع محمد جمال بعد الفاصل ولكن زي ما حالكم شايفين ضربات الترجيح اللي فاز بيها النادي الأهلي على المقرون العرب زي ما أنتوا شايفين حاولين بصراحة عمل مباراة كبيرة وتحية طبعاً طبعاً كابت انشاوي غريب وجهازه المعاون يكونوا أنه يوصل مع النادي الأهلي لهذه المرحلة مرحلة ضربات الترجيحة وكان على وشك الفوز بهذه المواجهة الوصول للنصف النهائي فده يحسب ليه الجهاز الفني وبالتأكيد يحسب يعني يحسب ليه لعبي المقرون العرب وقاليو ديانجي باحتفال كرة البسكت بيحتفل بضربة الترجيح اللي سجلها كرات كلها كانت صعبة جداً ده كان ياسر إبراهيم سجل ما قبل الأخيرة اللي خسر بيها المقرون العرب هذه المباراة بتعلق من محمد الشناوي كل العادة يعني محمد الشناوي بتعلق ويفوز النادي الأهلي في هذه المواجهة الصعبة بدربات الترجيح ويصعد لنصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي لمواجهة فريق سموحة النحة الثانية في نفس الدور بيراميز بصعوبة جداً أيضاً يفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد هدف سجله رمضان الصبحي في الدقيقة 16 المباراة صعبت إمتى؟ لما اضطرد مصطفى فتحي في دقيقة 30 في وقت مبكر من المباراة بعد نصف ساعة فقط من المباراة لكن قدر بيراميز يحافظ على النتيجة وما قدرش البنك الأهلي يعود في النتيجة عشان يصعد بيراميز لمواجهة ميل في نصف النهائي لمواجهة نهادي الزمالك مواجهة كبيرة وصعبة جداً بالتأكيد لبيراميز وأيضاً لنادي الزمالك فوز عسير جداً لبيراميز صعوبته جد من اللعب بعشرة لعبين بعد الطرد مصطفى فتحي طيب إن شاء الله هيكون معايا بعد الفاصل صديقنا المميز دوماً محمد جمان اتكلم معايا على اللي حصل النهاردة في كأس العالم تحديداً مباراة المغرب وبالجيكا وبالتأكيد ما حدث في مبارتاي كأس مصر دور الثمانية اليوم خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله يا أهلاً بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني كالعادة الصديق العزيز محمد جمال محللنا فيه رقم عشرة جيمي مشرف ومنور حبيبك أخبرك إيه؟ مبسوط أن أنا معك كالعادة حبيبي أخبرك كله حلو زيل فل الحمد لله هبدأ معاك من حيث انتهيت فيه الانترو وهي المواجهة المحلية بين الأهلي والمقل العرب هل ظهر النادي الأهلي بشكل النهاردة غير جاية تسبب فيه خروج المباراة بالتعادل في الوقت الأصل والوقت الإضافي ولا كان المقاولين أفضل كثيراً من النادي الأهلي عشان كده المباراة خي تسيب النتيجة لا أسباب كتير قدت ليه خروج المباراة بالشكل ده رقم واحد فترة الطاقف وانشغال الكل بكاس العالم وإحنا بنلعب في ظروف غير اعتادية واثنين الغيابات الكتير عند النادي الأهلي فيما يخص العودة من الإصابة التأهيل لعبة لسه على قوة الإصابات بنتكلم على محمود متولي بنتكلم على محمد عبد المنعم غياب عالم علول بسبب تواجده مع المنتخب التونسي في كاس العالم عدم الجهزية الكاملة لعمر السولية أو أليو ديانج فضل الراجل مارسي الكولر إنه ما يدفعش النهاردة بأليو ديانج بداية المباراة دفع بعمر السولية بعدين حاس إنه مش قادر يكمل المباراة فسحب عمر السولية النهاردة عدم وجود حسين الشحات غيابات كتير جدا 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 للنادي الأهل النهاردة ده السبب التاني السبب التالت الجهزية اللي عند فرقة المقولين عدد إصابات أقل الشكل الكمباكت اللي بلعبه بيه بوجود خمسة في الخط الخلفي خليهم شكلهم في الملعب قادرين يتكتلوا ويقفلوا على فرقة النادي الأهل النهاردة السبب الفني بقى جوه المباراة نفسه التغييرات في بعضها اضطراري في بعضها اختياري بنزل مارسي الكولر يتحمله طبعا وجود محمد هاني كسنتر باك تاني رغم وجود رمي ربيع على البنش واللي نزل بعد كده في الدياعة 80 وكمل الأشواط الإضافية وظهر الدفاع النادي الأهلي بشكل أكثر تماسكا ودائما بروح لفكرة أنه العيب يلعب في مركزه أفضل كتير يعني وجود رمي ربيع جنب ياسر إبراهيم أكيد أفضل كتير ويعتمد على محمد هاني في مركز السنتر باك دي كانت أسباب الرئيسية للشكل اللي ظهر به النادي الأهلي بعد فترة التوقف الطويل بعد فترة التوقف الدولي وتجمع المنتخب ثم عودة نشاط مرة أخرى بمباراة المقاولين النهاردة في دور التمانية من كاس مصر وكالعادة يظهر كريم فؤاد بطلا في مواجهات النادي الأهلي الأخير هو الذي يسجل فقط في مواجهات النادي الأهلي كريم فؤاد هو الاستثناء اللي الحالة اللي كان عليها لعابة النادي الأهلي النهاردة يا كريم كريم فؤاد لازال بقدم موسم استثنائي بداية كريم فؤاد ده الموسم الخامس للناس كتير متعارش كريم فؤاد موليه 99 بالمناسبة وفي جزء هنتكلم فيه على قصة اللاعبين الصويرين أنا لقطة وانت بتتكلم فيه الإنترو وهتكلم عليها والربط يعني لعيب مميز جدا في فرقة المقاولين وهتكلم عليه وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه كتير فترة اللي جاية علشان منتخبنا في الأساس وعلشان تطوير اللاعبين اللي موقع الصغار فنرجع تاني لكريم فؤاد كريم فؤاد رغم ان ده الموسم الخامس اللي هي كريم كريم فؤاد لعب أربع مواسم قبل الموسم الحالي سواء مع امبي أو نجوم المستقبل أو حتى بعد نضموه للنادي الأهلي كريم فؤاد لعب 96 مباراة في الدور الممتاز كريم فؤاد لعب 7460 دقيقة شاف الرقم فقط صنع ثمان هدف لم يسجل كريم فؤاد طوال أربع مواسم في الموسم الخامس كريم فؤاد فقط في 250 دقيقة أقل من ثلاث مباراة مكتملة كريم فؤاد بيساهم في ست أهدف سجل أربع أهدف وصنع هدفين ليصبح هو المساهم الأكبر في أهداف النادي الأهلي في الست مباراة اللي خدهم من نادي الأهلي ثلاث مباراة في الدوري مباراة الكاسة مباراتين دوري أفطال أفريقيا ست مباريات بيأخذه من نادي الأهلي ست مساهمات من كريم فؤاد يصبح هو المساهم الأكبر كريم فؤاد هو الرابح الأكبر من وجود مارسل كولر كريم فؤاد بيقدم بدايات موسم استثنائي نتمنى له التوفيق نحييه على أداءه نتمنى له الاستمرارية مش بس كده النهاردة كريم فؤاد بيرجع احنا نسينا كمان لعيب مهم جدا النهاردة ما كانش موجود في المباراة أكرم توفيق لعيب مهم جدا الراجل بيجهزه برضو المباراة الجيش يوم اتنين وهنا نرجع ليرفرنس مهم عن المباراة يا كريم عشان ما ناخدش وقت طويل في المباراة انه المباراة لما نيجي نتكلم على انه عقلية مارسل كولر هل مارسل كولر بيعتبر بطولة الكاس او فاهم ان بطولة الكاس هي بطولة مهمة عند الجماهير ولا مارسل كولر بيعتبر ان هي مجرد بطولة تكملية لبطولة الدوري ويضع الاولوية القصوى لبطولة الدوري وبالتالي بعض اللاعبين والكثير من اللاعبين حط البلان بتاعته انهم يكونوا جاهزين لمبارات الجيش يوم اثنين ان شاء الله فدي واحدة من ضمن الحاجات اللازم يحطوها مارسل كولر وإدارة النادي الاهلي في حساباتهم كمان بعد بقى جماهيري للمباراة النهاردة وفوز النادي الاهلي حتى لو كان بركلات الجزاء يوم 27-11 لجماهير النادي الاهلي الخاص بذكرى فوز النادي الاهلي بالبطولة التسعة أفريقيا يوم مهم عند الجماهير فليه بعد جماهيري فتنفس الصعداء جماهير النادي الاهلي حتى لا تتحول اليوم اللي بيحتفلوا به لنقمى بالخروج من بطولة الكاس انه كمان هيبقى توديع لمباراة السوبر المصري للموسم القادم اذا لم يتوج النادي الاهلي لان البطولة الكاس دي عن بطولة الموسم الماضي اللي توج بها نادي الزمالك ففي حالة وجود بطل الكاس غير نادي الزمالك كان النادي الاهلي هيحرم من التواجد فده واحدة من مكاسب الجماهير النادي الأهلي كانت بتنتظرها النهاردة من مباراة المقاولون ده الشكل العام أو الإطار العام سواء دور كريم فؤاد في المباراة النهاردة وخليني أقول لك كمان كريم نقطة مهمة جدا على كريم فؤاد كريم فؤاد النهاردة في واحدة من المباراة اللي احنا بقولوا النادي الأهلي مقدمشوا مستوى مستوى أقل كتير من قبل التوقف كريم فؤاد النهاردة كريم عدد التمريات الصحيح هو اللعب الأعلى في المباراة هعرض لك الأرقام كريم فؤاد وانت بتتكلم برضو أرقام كريم فؤاد نهاردة كريم فؤاد 62 تمريرة صحيحة من 69 فيما يخص التمريرات القصيرة استخلاص الكرة هو الأعلى في المباراة ما تيجي تمسك سجملس أو معايير تقييم اللاعب داخل المباراة كريم وتلاقيه هو الأعلى في واحد والأعلى في اتنين والأعلى في تلاتة تعرف هو النجم الأول للمباراة وبالمناسبة كل المواقع الإحصائية قدت كريم فؤاد مش بس عشان سجل رغم من المقولين في أكتر ملعب ظهر بشكل جيد لكن كريم فؤاد النهاردة في كل المواقع الإحصائية واللعب الأعلى تقييما كريم فؤاد النهاردة التحامات الهوائية واللعب قصير القمة أربع التحامات هوائية بيقدر يحصل عليهم من خمسة كريم فؤاد بيسجل هدف زي ما قلنا هدف سادس ليه الأرقام دي بتقولك ليه كريم فؤاد بيوصل مسيرته واحد من المتقلقين بشدة في الدور المصري ككل مش بس في النادي الأهلي كمان كريم فؤاد بيقدم موسم استثنائي بالنسبة لهو في كريره وفي حياته نتمنى ليه التوفيق ده الجزء الخاص بكريم فؤاد فإجمالا بقى المباراة خلينا نبتلي بقى نشوف ليه النادي الأهلي كان عنده مشاكل النهاردة وإيه المشاكل اللي كانت عند النادي الأهلي النهاردة وإيه اللي فقدوا النادي الأهلي بعد التوقف وعلى النادي الأهلي تصحيح مصاره فيه قبل العودة للدوري ولهو يقينا أكيد مرس الكولر عامل حسابه لا رجع لي تاني رجع لي تاني رجع لي تاني كوري الكريم يعني فيه لعيب فيه لعيب هتكلم عليه تاني وبالمناسبة هو بيؤمن بيه مرس الكولر بشد ولعيب مش هيجي في بال ناس كتير وبيقدم مستويات جيدة لكنه من اللعيب اللي كان عليها شوية غضب جماهيري لعيب صغير مواليد 99 98 عفوا محمد فخري محمد فخري النهاردة أقدم واحد من أفضل مباراةه مع النادي الأهلي لو كورة دي لو معنا تجيب هلم الأول تبهل من قبل اللفه والترن وبيهرب ازاي منه لا هو هي عند الهتة دي بس طيب الكرة دي كريم استلمى محمد فخري قبل ما يلفه ويعمل الباس استلمى محمد فخري لفه وخد الترن ولف بالمدافع ولف بيه وبعدين حط الكرة بس لا امين اللي واخد البوزيشن اللي خلاص بقى تريد مورك كريم فؤاد في الجناح الأيمان للنادي الأهلي يقدر ازاي يهرب والقرار طبعا عند كريم فؤاد دايما دايما معهوش حد وقف وقف هنا وقف رجع 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 بصة كريم في مشكلة هنا اللي كنا بنشرحه في النادي الأهلي خلال الفترات اللي فاتت كريم بيوصل الاند لاين ويحط الكرة البرة بيكون الواجب خد الخطوتين تلاتة دا مش حاصل معهوش حد جول 18 فكان القرار الصحيح وهنا القرار لان بعد شوية اقولك ان كان فيه كرار خطيئة كتير جدا ومنها اللعب اللي انت اتكلمت عليه في الانترو حسام حسن فده القرار الصحيح اللي ادى لكرة الهدف بتاعت كريم فؤاد فده اجمالا بقى انا بالنسبة لي بكريم فؤاد هو نجم مباراتي هو قرار وحيد فهو القرار الامثل لو وقف عليها تتقطع وهيتأخر جدا جدا لفقر يحطها الورا في اتنين لعبا من المقاولين اقفلين الممر اللي يقدر يباصي منه كريم فؤاد اي بس وقف هنا وقف هنا دي هاي دي اللي بيكارب علي بصة كريم الكنترول على الكورة وقف ترجعتين الكنترول على الكورة عشان كده انا هنا بوتني جدا مش بس الكورة دي اتعملت مرة واثنين وثلاثة النهاردة من محمد فخري كان بالمناسبة كان هو افضل عيد في وصف ملعب النادي الاهلي حتى بعد نزول ديانج قدم مباراة مقبولة ديانج خاصة انه راجع من الاصابة لكنه كان ظهر بشكل جيد حتى رغم موجودة عمر السلية جنبه الترن واللفة والدوران تطور كبير لمحمد فخري والتمرير او هو رفع عينيه بس 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 على كورة دي لازم تاخد ملاحظة مهمة جدا تمام هو محدش بكوة دخل يضغط على كريم فؤاد عشان العادي بتاع كريم فؤاد ايه انه يوصل للاندلين وحط الكورة بالعرض عشان كده هو اخد القرار الامس هم حاولوا المقاولين يقفلوا زواية التمرير بالنسبة لكريم فؤاد وعملوا كده فعلا بنجاح بس هو اخد القرار الزكي يعني ده دليل انه هو لعب زكي جدا والحركية يا كريم الحركية الرجل هو اللي خد هو الليد لمحمد فخر الابشن او الخيار بتاع انه يحطه له كورة هنا لان كل اللعبة كانت ممسوكة الوحيدة اللي كان متحر ده شادي صح وراء وراء مقفل وزمت التمرير هو واقف في المكان الصح اللي هو مستني كريم فؤاد يدله في الكورة انه هيوصل للاخر وهيبه هو وراء المدافع بس طبع فيه اتنين تانين قفلين فكريم فؤاد بصراحة تصرف المسال خد قرار الصحيح بصراحة مثالي من كريم فؤاد زكي جدا طيب اللي بعدها حالة اللي بعدها هنا كريم بها هنتكلم هنتكلم مش هالي فريم فريم واحدة واحدة بس واحدة 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 الاهلي النهاردة كان عنده بشكل كتير في التمركز يا كريم بشكل كتير جدا في التمركز واحدة واحدة بس وقفنا 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 وانتكلم بصرا كريم الاهلي كان عنده بشكل كتير جدا في التمركز منها إحنا قلنا أسباب المباراة اللي عددناها في البداية إنه كان منها بعض الخيارات الفنية لمارسل كلها الرغم وغدرام ربيعة الانسجام اللي بنتكلم عليه ما بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني مش كبير محمد هاني مش ده الفوزيشن آه لعبها أكتر من مرة ولعبها أوقات كتير مع أكتر من مدرب منهم مسماني مع سوراش لكن هنا التمركز تمركز سيء جدا جدا محمد هاني داخل جوه الملعب قوي مفروض محمد هاني العكس هو اللي يكون موجود ياسر إبراهيم هو اللي يبقى على العرضة التانية ومحمد هاني يكون قريب هنا نتج عنها سوء التمركز والخروج المتأخر الخروج المتأخر أدى لأن ياسر إبراهيم يكون مغطي التسلل والوقوف الخاطئ بص أكتر من اللاعب وقفين ممش حد ممسوك لو بسطة العبت المقولين الراجل اللي بيستلم وعمل عمل الباس أحمد علاء عمل الباس وقف لوحده الراجل بعد كده وقف لوحده كرة بمنتهى البساطة دي في دقيقة واحد ونص بالزبط يعني قبل ما تكتمل الدقيقة التانية خطأ واضح تماما من قلة الانسجام ما بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني ودي واحدة من القرارات الفنية نروح للقطة اللي بعدين هنا بقى دي ليه بقى النادي الأهل النهاردة ما كانش قادر يعمل الشغل اللي بيعمله في كل المباراة بص كريم بص كريم هنا وقفين 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 بص تمين ده مش مكانه وده مهم ما عاد أتكلم عليه كتير جدا اللقطة اللقطة اللي هتيجل ده حسام حسن فيها نقطة إيجابية ونقطة سلبية هنتكلم عليها لكن ده مش مكان حسام حسن ده اللي خلى الشغل اللي بيعمله النادي الأهلي في الجبهة الأخطر المعتادة للنادي الأهلي الناحية اليسرى أو حتى تجميع اللعبة في الناحية اليسرى وبعد كده هنتكلم إزاي الأهلي كان بيجمع لها بناحية الشمال ويفضي عند كريم فؤاد فكنت قادر تعمل نص الشغل اللي هو تجميع اللعبة بناحية الشمال وبعدين بتغير الملعب ناحية رمينا عند كريم فؤاد ويقدر يشتغل كريم فؤاد بعد كده عمل واحدة لشاد حسين وواحدة تانية لحسام حسن لكن في النهاية ده ما كانش النادي الاهلي ما قدرش ينفز النص التاني من شغل التشكيل الخطورة من الجابهة اليوصلة اللي كانت في المعتاد سواء بوجود محمد أشرف وقدامه أحمد عبدالقادر أو وجود علي معلول وقدامه أحمد عبدالقادر كان بيتم تشكيل ده حسام حسن مش هو الجناح مايقدرش يعمل لك الكنترول بالشكل ده ودي واحدة أنا واريت لك هنا خمس لعبين موجودون من النادي الاهلي ونادي الاهلي بيفقد الكرة كررت ست مرات النهاردة في المباراة نادي الاهلي ما قدرش يعمل الكنترول وتجميع اللعب دي واحدة من أكتر عيوب النادي الاهلي النهاردة اللي ظهرت جدا جدا بتوظيف حسام حسن في مركز الجناح الايسر واللي شفناها في مباراة الملعب في مباراة الملعب اللي تونسي فيه دوري تنير التعليم من دوري أبطال أفريقيا وقلت لك الكريم حتى ساعتها هو الراجل نزل اتحرك كتير لأنه خد الفاول حتى اللي تم تسجيله من الناحية اليمنى مش من الناحية اليسرة لكن النهاردة هو كان متثبت بشكل كبير أكتر في الجابهة اليسرة ودي واحدة من الحاجات اللي لازم مرسيل كولر يرجع يرافسه فيما يخص حسام حسن لقطة اللي بعدين جايب الفرصة جايبين الفرصة طبعا وبعدين الفرصة اللي بعدين بص هنا كريم أفشا عمل كرة حيوة أفشا عمل أكتر من واحدة لا دي واحدة إرجع تاني إرجع معلش بص كريم واحدة من ضمن عيوب النادي الأهلي النهاردة في خط الوسط اللعيبة بتتمشى ففيه سبيس بص هنا أفشا المفروض انه بيستلم أفشا بيستلم طلع فاروق أكابوري واحد من نجوم المباراة بالمناسبة طلع فاروق أكابوري ضغط عليه القطع مش مشكلة في القطع وارد إنها وارد إنها تقطع لكن بص بص يا كريم حالة اللارق بص بص صحيحين وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا دي واحدة من الأخطاء النهاردة اللعيبة بتتمشى بص الملعب وبص زون قد إيه فضية ودي النقطة اللي كان بيعايني منها النادي الأهلي في بداية الموسم وتخلص منها بداية من مباراة نادي الزمالك في السوبر وقلنا خلاص مرسيل كولر أصلح أخطائه فيما يخص المساحات في وسط الملعب خاصة مع الضغط العالي بيعمله مرسيل كولر فدي تاني عودة لنفس الأخطاء لسبيسي الكبيرة اللي موجودة مهم جدا مع عودة القوام الأساسي طبعا فيه غيابات كبيرة جدا جدا مع عودة القوام الأساسي لازم نادي الأهلي يركز كرة دي أقل لم تكتمل ولا ما يتم التسجيل منها لكن شكلت هجمة خطرة بمجرد النباص واحد تقطع في عمق الملعب اللي بعده اللي بعده خلاص خلاص ممكن نجيب الفريم اللي بعده على طول بص ماشي على سرعتها ماشي لحده مع عمر فايد ياخده الكرة ويعمل الباص ماشي يلا الكرة هنا اهي اتقطعت خده عمر فايد باص واحد استلم حتى واحدة التانية ما فيش ضغط بص مساحة ده كريم نفس اللي احنا اتكلمنا على في الاول ونفس اللي اتكلمنا على في كل مبارات النادي الاهلي نفس الخطأ قدت المساحة اللي عيب بيستلم براحته بتتحطي في الجناح براحته ارتكاب مخالفة طبعا ما كانش قدامه اي حل ياسر ابراهيم غير ان هو يعمل المخالفة على حدود الـ 18 ويجي منها الفاول اللي هيسه بعد كده في تسجيل الهدف الاول للمقولين باخطاء تانية في التمركب بسبب قلة الانسجام واللي بعدها على طول قرر مرسل كولر انه يغير الشكل بتاع النادي الاهلي ويدخل رامي ربيعة ويودي محمد هاني في مكانه في البكريت ويطلع كريم فؤاد ناحية اليمين كان قرر انه يعمل ده لكن طبع عفوا قرر انه يعمل ده قبلها لكن انه ده اللي تسبب حالة اللا انسجام اللي كانت حصلة نكمل لي بقى الهدف ونجيب خطأ الهدف اللي تم بتاع المقولين كمل كمل الكرة هتتلعب وهترتد فاول عادي جدا هترتد لكن برضو ضعف التمركز الاخطاء بتاعت التمركز اللي موجودة خبطت في الحائط رجعت تاني الكنترول من المقولين الخروج الخروج بلا هدى بص باس واحد اندفاع غير مبرر اندفاع غير مبرر كمل كمل في ريوم اللي بعده ترئيسة بمنتهى البساطة من يونستروزا بص الباص بص الباص فيش ماسك اربع لعبين مرحلين بص وقف هنا وقف هنا بص مين اللي خارج يا كريم في الليفت وهنا دي مشكلة عند الحمار اشرف ما عملش التغطية ياسر ابراهيم خرج ساب المكان اللي مفروض يبقى متواجد فيه وتلع برة خالص والداخل يرحل مكانه الو ديونج لكن طبعا كان فيه مشكلة لان الو ديونج ساب فينا كريم ما هو الترحيل لما بيحصل بشكل خاطئ والواجبات لما بتحصل بشكل خاطئ مفروض ان الو ديونج يبقى موجود على خطة التمنتاشر الو ديونج يدخل جوه عشان يغطي مكان ياسر ابراهيم فدي خطة التمنتاشر كمل بقى اللي يحصل كمل اللي بعدها اللي بعده اللي بعده اللي بعده يلا يلا بص 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 الو ديونج بره خالص بره مفيش محافيش حد دخل الراجل منتها الاريحية يعني الاصل عدم تقتية محمد اشرف فياسر ابراهيم رحل نحية الشمال فاليو ديونج رحل مكان ياسر ابراهيم زون فورتين اللي هي خطة التمنتاشر دي فسار جدا تقولي الخطأ ده خطأ لكن الاخر واحد يحسب طبعا لان هو دخل عمل الترحيل عشان ما يسيبش الراجل اللي فيرودي ستلم جوه التمنتاشر عمل الترحيل لكن ما بني على خطأ هو اللي أدى للخطأ ده في النهاية خلاص الحالة دي بالنسبالنا خلاص نجيب الحالة اللي بعديها كان هدف التعادل طيب هنا الوحدة من الكرات اللي اتعملت حلوة قوي قفشة الرؤية وقفشة بالمناسبة وقف هنا معليش فريم قبل ما تلعب وقف قفشة كريم واحد من اللعبة اللي أنا عايزة أقسني عليها بشدة والراجل كان عنده تحفظات كتير على قفشة أول ما جي النادي الأهلي خلينا أقول لك إنه لأ دلوقتي في حالة رضع على قفشة وشايف إنه بيقدم كتير من المطلوب لسه قدامه شوية عبل ما يرجع قفشة لحالته الطبيعية بعد انضمامه للنادي الأهلي من أنا مش أجيب جون أنا مش أجيب جون بص 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 جمال الباص حرام جمال الباص ما يكملش بجون حرام جمال الباص والبينية اللي هربته من كل خط الدفاع ما يكملش بجون وتصرف غريب جدا جدا من حسام حسن أنا بالنسبالي بص الكرة سهلة جدا مع المساحة رايح لوحده مساحة حتى محمود أول سؤوت سايبله مساحة جيدة إنه هو ياخد الكرار اللي هو عايزه كل حاجة مثالية في الكرة دي اللي أي مهاجم في الدنيا أنا بس أنا قلت كده أنا بحترم حسام حسن وبتعامل معه أنه هو مهاجم كبير ودايما بقول أنه هو مهاجم كبير ودايما دفعت عنه بس يا أخي مسك الفرصة بقى يعني أنت كل ما بتجي لك الفرصة بيقعد فترة عدك كل ما تيجي الفرصة مش ممكن يعني أنا عايزة عايزة ترجع فريمين كمان عشان أقولك ليه 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 مرس الكولر بيحطه في الجناح الأيسر روادي رجعلي رجعلي كم فريم يعني قبل ما البصة تطلع بصة كريم قبل ما البصة تطلع آآ رجع كمان كمان فريم كمان فريم كمان فريم كمان كمان بصة كريم هنا حسام الطبيع هو مش هو الفرود الفرود هنا شادي صحيح حسام حسن رايح من الوينج ليفت ده اللي مطلوب منه مارسين كولر رأناها هنا من أول يوم لحد النهاردة رجل بيشتجل أن الجناح الشمال دايما نتواجد جواد تمنتاشر لما تكونوا الكرة نحية يمين والعكس كريم القرية لحد الشمال الجناح اللي مين هو اللي يدخل عملها حسام كتحرق بشكل مثالي لكن رفض الهدية كان معتاد من محمد مجدي أفشة تمريرة واحدة من أفضل أساستات في المباراة رؤية عظيمة جداً في ظل وجود الزحمة دي سبع لعبين من المقاولين بتضربوا بباس واحد بتقول لك قيمة اللي عابين الموجود في وسط المعب لكن طبعاً أهضرها وحسام حسن اللي بعديها اللي بعديها ودي الحاجات اللي قدت لتصعيب المباراة على النادي الأهل بعد كده فرص بهذه السهولة إنها تضيع طبعاً تشكل لبص الباص اللي بعده ده بقلق تقولك عليه دور آه التحرك بص هنا بص هنا الكريم يعمل ايه بص منتاز سهولة جاي متأخر حسام حسن برضو جاي متأخر ليه لأنه داخل من الانسايد وينجر راحة الشمال أو من الجناح الشمال علشان يعمل دي بص الباص باص ممتاز من محمد فخري بيروح الرجل شبه انفراج كريم فؤاد بيحطها ممتازة كرة على الأرض كتا جيدة آه طبعاً فاروق الكابوري دخل عمل فيها الفاندا سعابتها عشان أبقى أمين برضو اللمسة اللي لمسها فاروق غيرت شوية اتجاه طبعاً طبعاً أنا متفق أما بقولك فاروق الكابوري مش أقدر أحمل حسام أوي وين كان طبعاً حسام يعني لا كان يعرف حسام هو انفورم كريم كان يبقى عمل حساب لكن هو لسه لسه ما جابش حتى 40% من مستوى لسه بعيد حسام حسام محتاج يراجع حساباته ومارسي الكولر محتاج يراجع حساباته في حاجات كتير فيما يخص حسام حسام فدي واحدة تاني كرة سهلة جداً كان ممكن يتم التسجيل منها الكرة اللي بعديها الكرة اللي بعديها وظننا طبعاً آخر الكرة معنا آخر حالة حالة دي خلاص بالنسبة لنا بصاً كريم ده اللي احنا كنا بنكلم اللي قلنا الجابهة الشمال بتاعت النادي الاهلي المفروض ان هي بتتغل بص بص هنا الرؤية الرؤية تاني بعمل ايه وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا دي كرة اتعملت بشكل نموذج حمال فخري تجميع اللي ابلحة الشمال يغير الملعب يوديها الكريم فوقات شفناها في الكرة اللي قبلية تحط هنا لي على الناحية اليمين اللي قفشة بص بقى الباص يلا اللي بعده اللي بعده بص بص نموذج لكن هي ما قفلتش مع شادي قوي ما قفلتش في وش رجل الداخل شادي لو قفلت طبعا كالجن لكن الكرة دي ما قدرش هلوم عليها حد دي واحدة من الكرات اللي تلعبت بشكل ممتاز كتجميع اللي ابلحة الشمال وبعدين تغييره ناحية اليمين الهروب باص ممتاز ورؤية ممتازة من افشة اللي انا قد تلك قدم شوط اول ممتاز لكن ما تمش الاستغلال ما قبلوش النهاردة لشادي ولا حسان فوقورتين ما قبلوش هدايا هدايا محمد مجدي افشة وده اللي صعب المباراة بشكل كبير على النادي الاهلي في الشوط التاني ده كل ما له علاقة بالمباراة اخر لقطة هتكلم علاقة في المباراة يا كريم ولقطة اتمنى الناس تبتري تسمعنا اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا اللعبين صغير السن في لعيب النهاردة كان واحد من نجوم المباراة عمر فايد لعب منتخبنا موليد الالفين وثلاثة واخيرا بنشوف لعيب عنده 19 سنة وخلاص انا مفيش حاجة اسمها لعيب 19 سنة هنقول عليه ان هو لعيب صغير فاخيرا لقينه لعيب وقف على رجله مقدم اداء ممتاز وبقولك من دلوقتي عمر فايد طبعا نادي المقاولين نادي كبير لكن مش هيقعد في نادي المقاولين السيزن اللي جاي عمر فايد بالاداءات اللي بيقدمها مع منتخب مصر للشباب الموليد الالفين وثلاثة ومع نادي المقاولين طبعا هيبقى عنده عروض كتير جدا الموسم اللي جاي عمر فايد قدم مباراة كبيرة هو اللي ضايع الدربة الاخيرة ضايع الدربة الاخيرة بس دي ما تفرقش معاه ابدا يعني هو لسه المستقبى اللي جبير هو لو ما عندوش الثقى يا كريم ما كانت شرح شوك بقى لعيب الصغير لما بتضيع كرات زي دايات كرات حاسمة بس انا اعتقده عنده شخصية زي ما انت بتقول لانه هو عنده ثقة كمان ان هو يروح يشوك اللعب الصغيرة دايما بتخاف وبلاعب الناجل الاهلي على كلامك يعني مش عالك لا يعني دا الواقع يعني انه اللعب الصغير بالنسبة لي اللي هيشارك في اي فريق لقات اللي هقول علي لعب صغير اللي عنده 16 سنة سيديت هقول بقى ايه النادر الفناني اشرك لعب صغير السن 16 سنة بناخدها تدريجي انا كريم احنا كل دلوقتي يقولوا لعب صغيرة 23 سنة فخلينا ان لما اللعب يكون مريد 19 سنة عنده 19 او 18 مقبول جدا وفي صورة مهمة اتمنى لو هم مجاهزينها يعرضوها لقطة ونربط بيها بكاس العالم بكوكبنا ومباركس مصر لقطة من مباراة اسبانيا والمانيا يا رب بس لو الصورة معها او جاهزة معهم يا رب يعرضوها الله من مباراة اسبانيا والمانيا دا عمر فايد واللي بقول له ولا همك انا بقول له ولا همك انت لعب كبير مقدم مباراة قوية جدا بالمناسبة عامتخب شبابه كابتن محمود جابر يحسب للكابتن شاوي غليب يحسب لانه ما كانش بيلعب خالص مع المقلودين الموسم اللي فات وبيلعب بتاله ياخد المباريات الاخيرة السيزون اللي فات وخلي بالك يا كريم كابتن شاوي غريب ادى العمر فايد الثقة امتى ادى له الثقة في المباريات اللي كان المقلولين بيهبط فيها خلاص بيهبط ادى له الثقة من الموسم اللي فات عشان كنا يعتمد عليه بشكل اساسي وخليني اقولك اه طبعا محتاج لك الكثير من التطوير لكن بفكرني بنجم كبير باحمد حجازي احمد حجازي وطلوه احمد حجازي دي مسئولية كبيرة بالمناسبة دي اللقطة اللي انا عايزها النهاردة لقطة تجمع بين تلاتة من افضل مواهب العالم اكبر لعيد فيهم عنده عشرين سنة 2002 و2003 و2004 بدري وجافي في منتخب اسبانيا واحد من المنتخبات المرشاحة لللقب منتخب المانيا دائم التواجد والمنافسة على المونديال جمال موسيالة تلات لعبين اكبرهم عشرين سنة ما بقاش في حاجة اسمها لعيب صغير ما بقاش حاجة اسمها لعيب ناشئ بيتواجدوا بقوة بيثبتوا نفسهم بقوة في المونديال في اتنين من اكبر المنتخبات في العالم فمنفعش اقول على لعيب بعد كده عنده عشرين سنة انه هو لسه لعيب ناشئ تلعبه في الطاب لفل اتمنى ان احنا نستثمر اكتر من كده وعمر فايد مثال جيد نقدر نشتغل عليه وعلى زيه في منتخب 2003 وال2001 وال2007 اي مدرب بيلاعب لعيب اقل من عشرين سنة انا بتعلم مع انه هو مدرب كبير وعنده سقف نفسه وعنده سقف امكانياته عشان كده اشيد بالكابتن شاوي غريب وكابتن شاوي غريب هو متمرس في المراحل العمرية طبعا فهو افضل من يخرج لعبين سخار السن يعني بصراحة شبابين مع منتخبات الشباب ولا منتخب اللي بيقول المنتخبات اللي اشتغل معها في العمار السنية دي ليه لا انا بقعد اقول والناس حاسة انه جميل اهلي حاسة انه ليه لاعب صغير ولما بيقدر شكل جد بيخدش كريدت وميخدش كريدت طبعا الفكرة انه السقة تصك في لاعب صغير ده مكسب كبير وعظيم جدا سبعتاشر سنة بيلعب يبقى اساسي تخيل انت تلعب في اهلي او زمالك او نادي كبير وانت عندك سبعتاشر سنة انت بتخيل ده بعد سنتين تأتي بيعمل ازاي طبعا لفرقته والمنتخم مصر طبعا وكاكمة تسويقية وتفاصيل كثيرة جدا اتمنى نفسي رسالة الى ما نيحمه القمر يا رب لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نرجع مع جيمي كلام طبعا كثير وكثير وكثير عن المنتخب المغربي اللي عمل مباراة عظيمة النهاردة قدام المنتخب البلجيكي خليكم المنتخب المغربي يعني العداء الجميل او المهاردة ده اه اول شي السلام عليكم ايت وقعت انه المنتخب المغربي يعمل كده واسلا منتخبنا كثير حلو وماشاء الله عليهم والله يحفظهم كلهم وشكرا لانه فرحونا وفرحوا العرب كلهم وبينوا انه العرب بينوا للأوروبيين انه العرب احلى بكثير اول وقبل كل شي اكار نشكره للمنتخب المغربي اليوم بينوا على انهم رجاء الدين بالصح وكنسان دوهم وكنتمنى ان شاء الله وخام نكونوا شو صادرة مهمة اهله وان شاء الله انشرفوا العرب ككل ان شاء الله وكنتمنى وكذلك سعودية اهل سعودية اه اه انا بحقية اخواني المصريين كلهم وكلهم على رأس من فوق وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتشقيعتكم وبروح القتالية بتاعة المنتخب المغربي ان شاء الله كان عارفه مدري كبير ملكا مع الوداني كان مع الفتح كان عارفه قراءة ديالو تبارك الله ديمة كانت تكون مزيانة لعابة حية ومزيانة وملعبه في احتراثية كبيرة تقلو طور طاكتي كل اعطام مدريب كانت نفس كانت القيتالية كان هنقو الشعب المغربي كان هنقو الشعب العربي وان شاء الله نتمنى والفوز لنا والفوز السعودي والفوز الدونس ان شاء الله وان شاء الله نكون في الادوار الادوار المتقدمة ان شاء الله نتمنى ودينة مغرب انا كنشكركم كمغربة كلنا يعني كانوا العرب كلهم مشاكعين لنا الحمد لله وحنا الحمد لله كانت عندنا ارتقال كبيرة في المدريب الرقراجي واللعيب اللي عندنا الحمد لله كنا متوقعين يكون الملش تكتيكي بزاف ولازم يكون في الصبر عشان لما تيجي الفرصة ان شاء الله ان نجيب القول فالحمد لله سجلنا اول هدف وبعد كده اتفتح الماتش شوية طبعا المنتقب المغربي بنسبة كبيرة يكون موجود في الدور التاني هل تتوقع المنتقب المغربي بعد دور 16 ممكن يروح في حيطة بعيدة؟ والله يعني هو المهم الحمد لله هو يعني تلات نهارة مهمة ربحنا الماتش الحمد لله ولكن لازم نحط رجلنا في الارض ليسا امامنا ماتش الكندا وبعدين نتكلم ان شاء الله بزيله صراحة احنا الحمد لله فرحانين بالفوز دي المغرب وكنا متوقعين ان شاء الله المغرب يربح الحمد لله المغرب دايما كيف جاءنا في الاخير الحمد لله المغرب مشرفنا وحنا فرحانين بهذا الفوز وان شاء الله كان طمحوا الفوز مع كندا ومتأكد المغرب غايفوز ان شاء الله يعرف توقعتي المنتخب المغربي النهاردة يكسب ويقدم الاداة الاكتر ويكسب 8-0 على منتخب البلجيكي صاحب برونزية كاس عامل فيه 18 اكيد كنا واثقين منهم انهم راح يربحوا واكيد كيف ما قعلهم قوسوط الاطلس فعلا قوسوط الاطلس الحمد لله المغرب دايما مشرفنا ودايما هز براسنا وفيفا مغرب ايه رائك في اداء منتخب المغربي النهاردة وايه يعني توقعتي الاداة الاكتر من رائع ده توقعت الاداة الرائع لانه الفريق بتاعنا اوي جدا 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 بتكلم مصري صاحب اوكي فكان يعني حاجة فخر لنا ولعبوا بقهد كبير وحاجة شرف لنا يعني حتى لو ما كانوش فزو كان شرف لنا انه يرعبوا بالمستوى ده المستوى كان لائق جدا كبير جدا بدون اي اغلاط كان هدف نظيف والحمد لله يعني على الفوز ان شاء الله نتكل الفينال ان شاء الله يا رب ديما مغرب ديما مغرب والله العظيم انا نقول لك صراحة كنا متوقعينها كنا متوقعينها هم متوقعين جوجل صفر لانا التقة تعنا في المنتخب الوطني رأى كبيرة بززاب والحضوض عندنا كبيرة وحنا فرقتنا مآل ميني بها ان شاء الله هذا العام في هذه البلاد العربية انها غات يدروا عند الانجاز ان شاء الله وقاع العرام كله غادي يشوفها ان شاء الله وغادي يقول ما شاء الله تبارك الله كي كانت فرحتنا الجزائب في وعد الوقت ان شاء الله مقرناش ان شاء الله وعد من العربي يجير شي حاجة وتدت منه وخير ان شاء الله للجميع العرب في هذا الكاس العالم ان شاء الله بقول لك يا عاوص ألك سؤال بها في صراحة ان شاء الله منتخب المغربي في مراد كندا المراد الجاية هياخذ الثلاث نقط ويطلع اول المجموعة ولا شايف ايه اقول لك صراحة هنغلبوه ان شاء الله كندا وغادي ينتجو ان شاء الله التور الشي وقال الفروق ان شاء الله واني عادي ناخدها ثلاث نقطة ان شاء الله بإذن الله قال الفروق الشي ان شاء الله هاتوا لدينا نخاف من المغربي انا والله صراحة اتوقع ان هو يكون في الفروق لان هو شو بالتبط هذا العام هذا يعني مش نحن فقط معنا العالم العربي كله معنا مصر معنا جزائر معنا تونس معنا الكل يعني كل يدعي معنا وان شاء الله احنا املين وراح نكون حسن التنطعم وغادي نجيبه ان شاء الله كأس عام وديما كوكا برمراكوش ضحياتي يا حبيبي ضحياتي بشكر زماننا العزيز محمود شاكر من قطر مرسل التلفزيون المصري بقاطة جميلة ورائعة وحلو ان احنا نشارك الفرحة مع الجماهير المغربية وفوز المنتخب المغربي اليوم على المنتخب البلجيكي هل كان ذلك يا استاذ جمال بالصدفة ام عن كل استحقاق وجدارة فرحة يستحقاها الجماهير المغربية والجماهير العربية بلا ادنى شك صدقنا المنتخب المغربي كروينا اتكلمنا عليه قبل البطولة والناس اقولنا انتو متعاطفين كعرب لكن المنتخب المغربي احنا صدقناه كروية نتكلمنا عليك كورة فنيات في حلقة ما قبل المونديال نهاردة المنتخب المغربي بيبرهم بشكل كبير وليد الرجراجي قد مباراة كبيرة جدا جدا امام المنتخب الكرواتي وكرر ده امام المنتخب البلجيكي النهاردة هل هو حصل بالصدفة زي ما سألت يا كريم هل القصة كانت وليدة كورة سابتة وهجمة مرتدة وقدر المنتخب المغربي انه يفوز بالشكل ده بس لا المنتخب المغربي سير المباراة كما يريد المنتخب المغربي ماشى المباراة وودها للحطة اللي هو عايز يوصلها لهم عزل اهم مفاتيح المنتخب البلجيكي احنا كنا بنفرج على الماتش مع بعض يا كريم قلتلك ايدن هازار مش موجود كيفين دي برايني مش موجود اتنين لعبة من افضل بلاي ميكورز موجودين في العالم واللي اتنين بقدر يشتغلوا في وسط الملعب ويشتغلوا على الطرف واللي اتنين تم عزلهم بشكل كبير جدا سواء كيفين دي برايني او ايدن هازار خليها نروح نشوف الحالات ووريك العظمة اللي قدمها المنتخب المغربي وواليد الرجراجي بالمجموعة اللي كانت موجودة النهاردة خاصة مجموعة وسط الملعب والجناحين لانه قلنا قبل كده الف مرة الكمباكت جيم او الدفاع او الضغط بشكل منظم ما بيتم مش استخدام لاعب او اتنين او تلاتة انا بضغب بالمجموعة والترحيل بيحصل بالمجموعة وقفل الممرات التمرير ده الشكل اللي وقف به النهاردة المنتخب المغربي قدام المنتخب البلجيكي يا كريم ده دي الوقفة اللي وقف بيها المنتخب المغربي دي مش مجرد رصة للتشكيلتين اربعة واحد اربعة واحد ده الشكل النهاردة اللي قليد الرجراجي فاجئ به المنتخب البلجيكي وضغط على وقفل كل زوايا التمرير وقدر انه يكثف وهنا بنسمي احنا في الكرة دفاع المنطقة او الرقابة على المنطقة على الزون اللعيب واقف بيقفل ممرات التمرير والبساطة اللي بتتعمل كان بيخلي اللعيب المدافع وبيطلع بالكرة بتاع المنتخب البلجيكي ازاي يطلع بالكرة للمكان اللي عايزه المنتخب المغربي ما يروحش لنقاط القوة بيبقى دايما ألدرفيلد هو اللي بيخرج بالكرة من الخط الخلفي كان بيعنده حلين يا كريم المنتخب المغربي اكبروا بهذا الضغط بيوسف نصير بص املاح واصل فين اللعيب مركز ثماني واصل فين طالع بيضغط على حامل الكرة ونصير يوقف وسط الملعب عشان يمنع اونانا اللي مميز جدا في الاستلام والتسلم في وسط الملعب انه ياخد الكرة فكان بيكبره اما يرجع للمدافع فانا هنا ما بنتش الهجمة اوخرج على الاطراف وهنا مش كاتش نقطة قوة المنتخب البلجيكي نفس الشكل دايما كيفين دي برايني محاصر بتلت لاربع لاعبين مش عشان انا مرقبه في تلت لاربع لاعبين ما انا كده هفضي لا لان انا كنت دايما بشتغل على الزون بكسف التواجد على منفتيح لعب المنتخب البلجيكي فكنت بكبره يروح لعكس فيتسل يرجع كونال ألترفيلد اضغط عليه يطلع على الطرف مش هي دي نقطة قوة المنتخب البلجيكي هو عايز دايما يروح للعمق عشان يشتغل على كيفين دي برايني الرقابة بص كيفين دي برايني انا قلتلك اي كدر هيجي معاه تلت لعيبة دايما مش عشان هم مرقبين عشان هم قفلين الزون وزوايا التمرير اللي ممكن تروح الكورة لكيفين دي براين خش على اللي بعدين نفس الكلام بصوا الضغط بكام لعيب يا كريم في نص ملعب المنتخب البلجيكي ست لعبين عشان كده لما قلنا ان المنتخب المغربي هيستفيد قبل البطولة من مبارات منتخب المصر عمال منتخب البلجيكي والضغط اللي ننفذه روي فيتوريا والضغط وقفل زوايا التمرير على المنتخب البلجيكي واجبره بالخروج على الاطراف هي دي كانت النتيجة ضغط بص هنا كل لعيب بيضغط على زوايا التمرير اربع لعبين كل لعب منهم قفل زوايا التمرير بشكل كبير ونرجع تاني لصديقنا في السجب انت في الفقرة دي ارجع تاني عليش اخر اخر صورة اخر صورة دي رجع عليها تاني صديقنا قلنا كل فريم هنتكلم عليه وهتيجي الصورة على كيفين دي برويني هتلاقي حوليه كم لعب ثلاث لعبين للمرة الخمسة فتتكرر معنا تحية للمنتخب المغربي تحية لوليد الرجراجي كل نجوم المنتخب المغربي النهاردة كانوا فوق العادة نتمنى منهم التركيز جدا جدا في مبارات المنتخب الكندي الواعد مش هقول منتخب كبير منتخب واعد نقطة وحيدة كفيلة بصعود وانا معاي عشر ثواني قبل مقفل المغرب وبلجيك في رأيك كمين أفضل لعب في المبارات النهاردة سوفيان مرابط بلا شك سوفيان مرابط شكرك الفترة اللي فاتت كلها والنهاردة سوفيان مرابط لعب كبير أوي يا كريم صح هو رمان تلميزان لحاجة للزاوية في التشكيلة دي كلها عمل مباراك خيالي النهاردة حكيم زياش بالنجومية وهدف يعني حكيم زياش خد خد السوكسية بس مرابط النهاردة عمل مباراة مش طبعية نقطة الارتكاز الكبيرة جدا في المنتخب المغربي مع كل المدربين خلي بالك في لعبك تريد بتتغير حط سوفيان مرابط وغير عليه العشر لعبين وتحية كبيرة تاني المنتخب المغربي هتمنى لهم التوفيق وان شاء الله المنتخب المغربي في الدور التاني ويا رب المنتخب السعودي كمان والمنتخب التونسي إذا كان هناك فرصة أمام فرصة لسا مكملين مع جيمي بعد الفاصل كالعادة الوقت مع جيمي بيجري زي السلوخ وللأسف يا جيمي بقى معايا دقيقة واحدة حلو وانت عايزة حاجة عن مباراة أسبانيا طيب أنا عارض صورتين نتكلم عليهم برضو في الديقة والديقة والنص اللي معنا النهاردة يا كريم المنتخب الأسباني رغم تعادله مع المنتخب الألمان المنتخب الأزواني قريب جدا من الصعود لويس إنريكي لا يغير فلسفته تخلينا نقولك شيء عظيم جدا 83% من تمريرات المنتخب الأسباني لا بالمناسبة أعلى معدل تمريرات في البطولة كلها السلو بلتيكي تاك المعروف عن لويس إنريكي ست لعبي مين هم ست لعبين اونايا امري تمانية واربعين اونايا سيمون تمانية واربعين تمرير الحارس بيشارك في اللعب تقريبا بخمسين تمريرة خلال المباراة والأربع مدافعين دانيك هارفاخال جوردي آلبر رودري وامريك لابورت وبيدري ما غيروش الشكل ما غيروش الشكل بتاع البناء اللي بيعتمد على البلدوب من الخط الخلف اللي بيعتمد عليه لويس إنريكي وعدد تمريرات كتير جدا جدا 83% فقط 6 لعبين والخمس لعبين البقين بيشتغلوا على التحركات خمس لعبين خدوا بس 17% من التمريرات نفس طريقة لويس إنريكي نروح للسورة اللي بعدها 20 ثانية برضو بص يا كريم ده علشان اوصل الكرة لدانيق المو شوف كم تمريرة راحة جاية من المنتخب الأسباني بدأ من يوناي سيمون حرس المرمة واشتغل بالسنتر باكس وعمل بلدوبه رايح راجع رايح راجع لحد ما عمل عملية الخلخلة والتحركات وانا بلعب حتى منتخب ألمانيا اه ناس في الكلام منتخب ألمانيا مش أفضل حالاته لكن باتكلم من منتخب عنده توميس مولر عنده جانبري عنده عناصر كتير جدا قوية لكن ما غيرش فلسافته فالمنتخب الأسباني اظن هيروح بعيد مع لويس إنريكي في بطولة العالم جيمانا بشكورك شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان ختم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب ألاحظكم